وهلأ مشاهدينا بدنا نحكي عن تجربة سورية في الكتابة والتأليف المسرحي والتلفزيوني بعد اعتقال دام لأكثر من 13 سنة في معتقلات نظام الأسد رح نحكي عن الكاتب السوري أحمد فياد وأكيد سونيا بيسعدنا نرحب فيه بالستوديو معنا صباح الخير أستاذ أحمد تفضل تفضل أستاذ أسهلا أستاذ صباحك صباح الخير أحمد بالبداية أستاذ أحمد فياد يعني بدنا نسألك طمنا عنك وعن أمورك كيفك الحمد لله لحد الآن أمور بخير كله تمام أمورك بخير نشكر الله هلأ طبعا بدنا نحكي عن تجربتك تجربة الاعتقال التي أثرت على كتاباتك والمؤلفات الاعتقال حقيقة يعني ما أثر شيء بقدر ما زاد من الدفاع بالحياة وعطانا زخم لأنه نقدر نقاوم هذا الموت اليوم الذي كنا عم نعيشه بالعكس عطانا دافع كبير أنه نستمر ونتحدى هذا الظالم والجلاد الذي كان يقصو علينا كل يوم يوماً عن يوم يزيد هذا القساوة والجبروت طبعه طمام يعني أستاذ أحمد السؤال كان أدي أثر على القلم والكتابة وأدي كان يعني ينعكس هذا الشيء علي تكتبه تأثير أثر أنه نحن جوه ما كان في حدا يقدر يسمعنا أو نقدر نتواصل مع العالم الخارجي أما أنه مثل ما قالت لك عطانا أندي فاعة بالعكس بالأدام بشكل عام يعني المعتقل دائماً إنسان سجين مؤادر يعني يخرج من الإطار اللي هو عايش فيه ودائماً الأوامر وممنوع ممنوع 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 اللي حتى وعيت وتخرجت وهي القلم ما نترك من إيدها مرأ عليها فترات عشرين سنة ما يعرفوا شو لون القلم أو شكله سيد أحمد يعني قديم ب13 سنة كم من الأفكار تجمعت في مخك في بالك حتى قدرت تطلع فيها يعني من الأعمال اللي عملتها في عمل بالأردن عملته هو سكتش بند زيادة اللي عرض تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال اللي هي سفيرة نوايا الحسن لسندوق الأمم المتحدة لسكان احكي لنا شوي يعني عن هالعمل أكيد هو عبارة عن نبتة أفكارك من اعتقالك قبل العمل هذا اسمحني خلينا بس أحكي لك أنا عملنا نحنا مجموعة أعمال هي كانت هاي نهاية الآخر عمل ساوينا من المجموعة هاي ساويت أنا مسلسل بسوريا اسمه الخلايا النائمة ما شاف النور منع بسوريا يعني من قبل النظام والأجزة الأمنية طبعا الرقابة معروف يعني عننا الأجزة الأمنية هي الرقابة ما في ناس فنيين يعني عندهم إلمام بالفن والأدب ما هيت الحياة الفنية يعدوا يناقشوا فيها أو ينتقدوا أنه هذا ممنوع هذا ما يأثر على المجتمع هذا بيعمل هذا بيقدم الأجزة الأمنية القمعية هي اللي بتمنع وهي اللي بتسمع ساوينا نحنا فيلم اسمه نزيف وطن بيحكي عن مأساة الشعب السوري الظلم اللي عم بيتعرض لألوم ومؤخرا ساويت المسرحيين بيحكي عن انسحاب المرأة من سوق العمل أسباب انسحابه شد الدوافع والتداعيات اللي بتطلب مني المجلس الأعلى للسكان اني اكتب عمل المجلس وراح يكون برعاية سمو الأميرة فقلت لهم اوكي بأشرنا في العمل قالوا لي بدنا تعديلات وكذا طبعا فترة ما ينتقلوا لعندي يجلي عندي على البيت وكذا نجتمع نحنا وياهم فقلت لهم بوقت قلت لهم انا خلاص معد عدل يعني عدلت بما في الكفاية يعني قلبت القصة تقريبا شيء أربع خمس مرات شوفوا حدا غير يعني راحوا لمجموعة كتاب قدمون والكتاب نصوص راحة لمكتب سمو الأميرة اللي بدنا نعرفه انه اسمعنا عنه انه عن هاي التجربة اللي بدك تكتب عنا بس سؤال هل هي فعلا تحكي عنك ولا فعلا تحكي عن معتقل سوري هي بالأساس بتحكي عني وعن مجموعة من الناس كمان انتي عم تعكس نفسك فيه كتبت وعرضت على مجموعة من الاصدقاء المخرجين يعني شوية هلا نحن عم نجهز له ان شاء الله تعالى بتشوف النور في شوية صعوبات دائما اي عمل بده مقوم فيه بلاقي فيه صعوبات وفيه عراقيل بالمواضي هاي تبعا ان شاء الله تقريبا فيه وعود يعني انه انت متفل يعني انت عم تكي انه الحكاية او تجربة اللي موجودة بتحكي عن تجربتك انت واشخاص تانيا بمعتقل انت شايف انه تجربتكم كانت كتير مماثلة داخل المعتقلات النظام نعم التجارب اللي نحن عشناها يعني كتب عنها كتير ولكن الكتابي دائما التلفزيون بيضل افضل من الكتابي ليش التلفزيون بيدخل على اي بيت بدون استئذام الناس تصبح تعرف اي شيء يعني عن الحياة للناس بدون ما يكلف حاله تقريبا لالايام وعم يقرأ القراءة شوية صعبة يعني نادر ما بشوف واحد كامش كتاب بباص او ببسيارة او بحديقة او بمكان عام فاتح كتاب عم يقرأ بينا بشوف الناس كلها تفرح عيون على التلفزيون عم تتفرج عم التلفزيون خبر سريع بتناقل بين الناس طيب تجربة الاعتقال فعيدا عن الكتابة ادي اثرت على شخصيتك ومكلوناتك الداخلية تحكي لنا شوية عن شخصيتك اكتر والله تأثير تأثير كان كتير يعني نحنا ما بقلك ايده بالنار مش متل ايده بالموي يعني نحنا المعانات اللي كنا نعانيها ما بعتقد يعني بيقدر حدا يعانيها ويطلع ومخه صاغ سليم ما بقدر يفتح أورقة بيدا ويعجعي بالقشف في كتير ناس يعني نعرضوا علاءة طباء فيه ناس ما كان في عندо امكانية تقدر تتأكلم وترجع تتعايش مع المجتمع ex-لحمدلله يفضل الله يعني الامور اطلعنا وتأكلمنا وشاركنا ثب نحنا عكينا قابل شوي حكيت لنا عن فيلم خلايا نائمة وشارحت لنا شوي عن فيلم نزيف وطن فيه أيضا عندك فيلم حمارة الوطن شكل تاني تحكي لنا شوي عن هذا الفيلم حمارة الوطن شكل تاني هاي ايش كتير هني من نفسهم من الأمن كان يدعوه أو الشبيحة نحن خلينا نسميهم باسمه الحقيقي يعني الشبيحة كان يعملوا بسوريا بفترة ما بمناطق الآمنة يعملوا شكل عصابي واحد مجموعة ضابط ومعه 2-3 عناصر ومعهن واحد تاني كمان مشارك معهن بالعملية فكان يهروا يفوت يعرفوا يكونوا هن معينين بيت ما انو هذا البيت ممكن فيه مصاريف فيه دهب في كذا فيلحقوا هذا الشخص ويتخبى عندهم يفوتوا بدون يجيبوه للشخص هذا فصير صاحبة البيت تتوسلهم يعني انو خلص خدوا البتكونية وكذا مقابل انو ما ياخدوه أو ياخدوها لانو بيشفق قلب عليه على القتل اللي بياكلوا ويعملوا فبياخدوا صندوق دهب من عنده طبعا نعرف لما بعد انو صندوق الدهب هذا اللي موجود عنده هو فالصو كانت الختيارة أو المرأة الموجودة كانت بيشوف حالة عقابة من سوال الحارة انو دهب وتلبس ودهب فالصو فلما بيطلعوا بيأكل قتل الشاب هذا اللي معهم تبع الشبيحة بيطلعوا لبره بيكتشفوا انو الدهب فالصو ونضحك عليهم فهذه الحماة الوطن شكلي تاني طبعا الجوة العمل فيه كتير اشياء الجمال التفصيلية فيه نوع من الكوميديا السوداء والتراجيديا والتراجيديا الساخرة فيه خلايا نائمة شو كان متضمن الخلايا النائمة مسلسل تلفزيوني كان من 30 حلقة بداية الأمر بعته لشركة فراس إبراهيم لإنتاج الفني ووكي مش الحال فراس باعه لست لورة أب أسعد وبدأنا نبدأ فيه تصوير وعرض على الرقابة قالوا لنا الممنوعات طبعا دائما الأشياء اللي حكي عن تجنيد خلايا نائمة انه هاي المجموعات الرهابية بتكون نائمة لتستعملها جهة ما بوقت ما هل يحصل نظام عنده داعش بدون نائمة بالمنطقة أفلانية بقيموهم بالمنطقة أفلانية بدون نائمة بالمنطقة أفلانية بقونتوا هلأ دوركم بظلوا نائمين قاعدين شعرمين كل شيء بس بوقت ما أنتو بيتطلب منكم أنتو تتقوموا وتاخدوا الدور اللي مطلوب منكم مثل ما عم يعملوا داعش وبعض المنظمات المحسوبة على النظام طب نحكي شوي يعني نحنا كنا قبل شوي سونيا سألتك عن كيف الاعتقال أثر على شخصيتك وطلما قلنا ما بتقدر تفتح ورقة بيضاء وترجع تبدأ من أول وجديد وتلغي كل شيء صار معك خلال 13 سنة خلينا نحكي شوي يعني بخصوصياتك يعني تحكي لنا عن بنتك شام وعلاقتك فيها شام شام أنا آسفة زكرا من درسة الأزعاجة لكن يعني نحنا نحب نعرف أكتر يعني عنها ونعرف عن علاقتك فيها يعني هذا شيء كتير حلو نحنا نعرفه كد إحنا علاقتنا دائما بالأهل وعلاقتنا بأخواتنا بأولادنا بأمنا وأبونا كتير علاقة شام يأتي بعد الاعتقال تقريبا وانا فترة بس هيaining chiyam بحسيني الأمل كتير لا ضعيف شوني أنا آسفة كتير إنه لقد أصبحت السؤال يعني ثائ improving لكن تعرف مواصفات دائماً البنت تحب تعرف عن علاقة الأب البنت يعني أنا كثير بحب علاقتي مع والدي فأكيد يعني علاقتك أنت ببنتك هي علاقة روحية أكتر ما أتمنى دائماً ما تكون قوي ولما تذكر شام تذكرها بكل قوة اللي بيعرفوا أوشام على الفيس بيعرفوا علاقة شام المقربين كثير يعني هي علاقة روحية أكتر ما هي علاقة أب مع بنتك يعني شفتها بعد الاعتقال ما أعرف الحياة تغيرت كلها وردك نعم نشاطاتك القادمة إذا ما نحكي عنها أكتر نحنا بصدد هللا إن شاء الله تعالى بمجهز لفيلم جديد كمان بيحكي عن شخصية معتقال بيحاول يهرب خارج البلد أو بيلتقي مع الناس بدون يهربو خارج حدود البلد لما بيوصل على الشيك يعني بتفاجئ إنه وين رايح بمنا نحنا صارنا سنين عم نحاول لنرجع البلد على ما هي عليه وعم نتعاب وعم نشأه وعم ندفع التمن كنا تحت الدل والإهانات والأشياء هاي اللي كنا عم نعاني منا أنا واني مالا ما بدي رجع الشاب اللي بدي أخذ بيقطع الشيك هو برجع هو راجع بلوك يا أخي تعال بسرعة عمره بالدويب هل بيقوصونا هل بيعمل وهو عم برجع باتجاه الوطن لأن الوطن إلنا موش للمين بدنا نتركه هو راجع بأنصوم طيب أستاذ أحمد فياض نحنا كتير متشكرك عوجودك معنا وأكيد نتمنى أن أمورك تكون دائما طيبة نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله كمان للم الشمل نتمنى لك يا أكيد أحمد فياض أحلى وسهلا فيك ببرنامج جولة الصباح نتمنى لك يا أحمد